هو من حق الكرد يعني احنا من نسأل مثلاً انه يا بحق تقرير مصير حق مقدس لو ما مقدس للشعب حق مقدس لو لا بالعموم بس بالعموم يعني الشعب الكردي او غيره لو بس فقط للدول المحتلة لانضاعت علينا للشعوب المحتلة لأي شعب حتى لا حتى نعرف اشنحتي تقرير تقرير مصير من الشعوب المحتلة فقط لان كما يقال توصية ركومنديشن اصدرتها الجمعية العامة الممتحدة سنة 1960 لكن ذلك لا يمنع من شو السودان لما ارادوا يفصلون جنوب السودان يقيمون دولة جديدة اتفقوا قالوا ان سوا خمس سنين مرحلة انتقالية تبقى جنوب السودان مرتبط بالخرطوم وبعد ذلك ان تولى اجراء استفتاء نشوف النتيجة ما هي لما اجروا استفتاء وصلت الى ان دولة تقام ودولة اقيمت او مثلا جاء كما هو معلوم لحضرتك ان الدول اللي حصلت كانت بقرار من مجلس الامن الدولي يعني دولة يوغسلافيا السابقة اللي صارت اربع او خمس دول هاي نتيجة قرار صدر من مجلس الامن الدولي طبق الفصل السابع قرار ملزم لكن افضل تجربة امامنا هي تجربة السودان لا ننظر الى تجربة كيوبك في كندا او تجربة كاتدوليا في اسمانيا لان هناك الدستور بمجالة نعم والى هوا اشتركوا في القناة